موسيقى وليوم متحولت لفيلم سينما وطرحت شركة ورنر براثر يلي بتسوي لفليما لتريلر الخاص بالفيلم وهو الفيلم الدرامي يلي كتير اسمعنا نحكى عنه The 15 17 to Paris يلي عم يخرجوا كلينت إستوود والفيلم من تأليف أليك سكارتوس وقصة أنتوني وأليك ومجموعة من الشباب يلي هنه ثلاث شباب كانوا موجودين على متن كتار متوجه على باريس وبتصير جريمة وبصير عملية إرهبية على متن هيدا الكتار والفيلم مؤرر أنه يصدر بخمسة فبروري القادم هالشباب هنه من الحربية الأمريكية وبيقدروا أنه ينقذوا هالكتار واللي كان على متنه حوالي خمسمائة شخص يعني صار فيه جريمة قتل لكن قدروا أنه ما يخلوا جريمة أكبر تصير على متن هالكتار المميز سوني والملفت أنه كليلت اسود بيقول أنه أول ما بقرر يعمل الفيلم كتير فتش على مين يلعب هالأدوار آخر شيء قرر أنه هنه نفسهم الشباب يلي كانوا موجودين على متن الكتار أنه يكونوا عم يلعبوا بالفيلم هلو تكون واقع أكتر مشاهد عنيفة شخصاً بس كأني قريت أنا بها اليومين أنه في مطالبات بأنه ينزل العمر المحظر فقط للرسالة التوعوية اللي بيحتويها الفيلم اللي هي طبعاً مواجهة العنف في مطالبات بعد ما صارت على الأخ بعد ما صارت مظبوطة بس أنه المشاهد العنف بس هلأ يمكن مشاهد العنف هلأ يمكن مشاهد العنف عم تشوفها من عيني مظبوط مشان هيك كرميلك يعني وكل يوم عم نشوف مشاهد العنف بالأخبار مش رح تأثر إذا كنت موضوضة بالأفلام صارت بديهية كمنا رح ننتقل فيلم تاني أكيد نحن بانتظار هيدا الفيلم الفيلم التاني هو فيلم إثارة وغمود وخيال علمي انهيليشن يلي بتلعب دور البطولة في ناتالي بورتمين بتلعب دور عاملة أحياء ماهرة بتلتحق ببعثة علمية سرية وخطيرة للغاية حيث لا تجد قوانين الطبيعة نفعا ولا تنقذ أرواحا شو عم بصير؟ بدنا نعرف وقتا نشاهد الفيلم من المؤرر أنه يصدر الفيلم بالصلاة الأمريكية والعربية بشهر فبروري المقبل بـ 2018 الفيلم كمانا مأخوذ من روايات من ثلاثية الحلو بهيدول الأفلام انه ينقلوا قصص من الكتب لكن الفرق انه هيدا خيال علمي ومنه حقيقي بينما هيداك قصة حقيية والملفت توني كنت يمكن هيدا بيقدروا يعني يلعبوا فيه أكثر من هيداك لأنه تحت حجة الخيال ايه لأنه كتير خيال لدرجة بتشبه أفاتار وبتشبه النوع من الأفلام الملفت كنت بمكتبة من فترة في عندهم ستاند كامل كلها كتب تحولت لأفلام سينما يعني احنا بنعرفها الآن بس وقت تتشوفهم على الـ تلاقي انه كمية هائلة من الكتب هلا أكيد مشكلة نجحت لكن في منها كتير نجحت ووصلت أكتر بالكتاب وخلت العالم يقروا الكتاب وهي الدليلة أخرى على انه القراءة نسبة القراءة عندهم عالية كتير شفنا مقطع من التريلر أو الفيلم الفيديو الترويجي لهالفيلم في عندي سؤال هيك فضولة بحب اسأله للخبيرة كم تريلر بيقصدوا انه يمرروا قبل الفيلم قبل ما ينزل الفيلم هي بتختلف بين شركة واخرى بالإجمال بيكون في شيء اسموتيزر يلي هنه دقايق قليلة بما بيتعدل دقيقة بيكونوا أو بالسوينة أو بالدقيقة يلي بيبلسوا ينزلوا ترويجيا للفيلم يلي بيكونوا هنه قبل أشهر من إطلاق التريلر الرسمي لكن الشركة الكبيرة يلي بتكون بدا تسوي لأفلام تجارية ضخمة مثل ثور مثل أفلام ستار وورج ممكن يقوموا بأكتر من التريلر أوقات بيكونوا اثنين أو أوقات بيوصلوا للثلاثة لكن بالإجمال بيكون في تريلر واحد بتختلف كمانا أو أوقات بيكون في نوع من المشريحة الخاصة يلي بيبلسوا ينزلوها على مواقع التواصل أو بتكون لتسوي الفيلم أنا بحب الأنميشن هالأصبوع حضرت كوكو سورا يعني أملي تخيّب شوائد ما نعمله وضجي وشفت على IMDB أنه أخذ ريتنج 9.1 ومرشح للجولدين لوبس كمانا هذا اللي كمانا حكينا عنه ما باس إذا أنت كنت موجود بالحلقة ولا إنه أدي هيدا الشي رح يقدر يساعد الأطفال أو رح يفوتهم على عالم ويخليهم يطرحوا أسئلة يمكن هن ما بيعرفوا خصوص على الولد إنه لأي موضوع ممكن يطرح أسئلة عديدة أدي هيدا الفيلم لكن كمانا عنده رسالة حلوة وأنا بعرف إنه شريف نور حاطر الفيلم وحبه كتير حبّيت كوكو؟ فاشو رأيك بالموضوع؟ بحضر مرة وتين وثلاثة بتحب الكوكونات بس كوكو منط بالفيلم هو لسته هيدا الفيلم إنه هيدا العداد موجودة بالمكسيك يعني ما حدا بيعرف عنا غير بالمكسيك في حاله كمان لولاد صغار هون يشوفوا قصة الموت وكيف ما يخافوا منها بالعكس يتعودوا عليها فيه طبعا وجهت نظر إنه هني عم بيبسطوا عم بيبسطوا الأمور لأنه هو واقعي لكن أكيد هو منه مخصص لأولاد تحت العشر سنوات يعني ما راح يعرفوا كتير مش هيفهموا مش هيفهموا موضوع الفيلم بطريقة طيب اليوم عنديك فيلم أنيميشن أخف وبعتقد مخضوم كتير هو فردنم يلي انطلق بالصلاة العالمية وانطلق بالصلاة العربية وهو من إخراج لبرازيلي كارلوس سالدنها ويلي هو سبق وقدم آيس إيتش وقدم سلسلة آيس إيتش يلي عن جد ممتعة وزكية وريو بيروي قصة ثور إسباني مصارع غير تقليدي بحب الورد وتعب كتير من الجري وراء الكلماش الأحمر وهو هلأ بأرار بده ياخد أرار إذا بده يضال ثور مصارع أو بده يكون مسالم ويعيش حياة ترفيهية ويركد وراء الورد حبيت البديل أنه عن الثوب الأحمر في ورد أحمر يعني كأنه متعلق باللون بس تختلف الوسيلة وأكيد هيدا الأفلام يعني تشغل عليها والمتعة والفكاهة يلي بتكون والظرافة يلي بتكون فيها هي اللي بتشد لولاده بتشد لك بارئة والألوان الأطفال بيحبوا الألوان نحن نشوف هناك مقطع صغيرة من الفيلم قبل ما نكفي حديثنا شكرا هذا نحن اشهر بالنين افضل رائعه بسكرة بسديوك شكرا بسديوك انا بذلك الدرنان تجربة سنبات أشهر تمام اعطن اشهر مرية إلى الضوال انا انا اهج دقتي انا 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 ام احبال تحذير أهاد أحبال نحبال انا انا وقتا انا احبال احبال شكرا أسئلة، أشعر إلى السبب، أشعر إلى مؤ OURSAS فتح رحنا نتخل معنا الشفيية. اننا نذهب معنا نحو رح أن تتخلق معنا، عددت عنوان من صحيفة أمريكية بتخيل رح يهم كمان منتجنا اليوم أحمد ياسين عن الفيلم بيقول إنه الفيلم يأتي لمكافحة التنمر أو البوليينج معلومة هيك إليفتي إنه كلمة بول أو ثور جاية من بوليينج أو بوليينج كمان جاية من كلمة الثور بقى هنها الأدعم بيخلوا الولاد يحبوا الثور يحبوا البول حتى يخففوا بوليينج أو تنمر وهي دا رسالة كتير مهمة للولاد وخصوصا فعلا وقدا بيشتغلوا قبل بوقت على الرسالة على الأبعاد ورسالة مهمة للأطفال لأنه كتير هلأ هي موجودة كمان عند الكبار لكن الأطفال كتير موجودة عندهم بالمدارس وكتير بيشتغلوا عليها داخل المدارس نحن ضد التنمر هيدا الهاشتاك طبع اليوم وينه أحمد رح نكفى توني مع الأخبار ويوك جاكمن مرشح حاليا للغولدن جلوب عن دوره بفيلم كوميدي وهو فيلم كوميدي موسيقي The greatest showman بيقول جاكمن أنه الجوائز ليست كل شيء وإذا كنت عم بتركز على الجوائز قلبك بمكان تاني بيستمتع جدا بيشغله الفيلم بيروي عن حيات رجل غير عادي للغاية سياسي رجل أعمال ملك السيرك وملك الاستعراضات بيجو من الموسيقى والكوميديا فيلم استعراضي موسيقية جميل بالشوق والجميل بأداء هيوت جاكمن المنوع وكان في مقابلة أرجيت مع هيوت جاكمن رح نشوف منا مقطع صغير رح نشوف موسيقى طويل مصدر يظهر من مبادرة بالفعل هيو جاكمن هالممثل الاسترالي يعني موصوف بقدرته على أداء أدوار متنوعة هيدا ميوزيكل ولميزيرابل ميوزيكل بس طبعا في الميل بدورين مختلفين حتى بغير أفلام يلي بيلعب فيها شخصية فعلا بيخليك تشوف شخص مختلف نتمنى له أنه يحصل على الأسكار هيدا طاقة إيجابية هيدا طاقة إيجابية لا يحصل عليها هلأ توني رح ننتقل لمكان مختلف ولا تونس وعم بنظم نادي سينما الطيب الوحيشي بيقابس الدورة الخامسة لأيام الفيلم الأصير التونسي بيقابس يلي ستقام من 21 ل 24 دسمبر 2017 بالمركز الجامعي للتنشيط الثقافي والشبابي تحت إشراف الجامعة التونسية لنوادي السينما عم تتنفس أفلين لتحصل على جائزة أسماء الفني يلي بتبلغ إمتها المالية ألف دينار نحن أكيد منبقى بأيام لاحقة منتبع تفاصيل أكتر عن هالمهرجين ومنتبعنا التوفيق لكل المشاهد طرف إشارة إلى أن تونس من أوائل الدول اللي صورت فيها السينما والأخوان لوميار اللي اخترعوا السينما أول ما صوروه بسنة 1896 كانت نواحي من تونس هل أدها البلد العربي عريق بمجال السينما وهيك نواجه تحية لزميلنا محمد أمين طبعا اللي هو مخرج أصلا وإنت معزومي عتونيس ومرحتي أدها بدي وصيك روحي عصلي الجديدة شكرا إليك ماري تاريز دايما أخبارك خفيفة وبتوصل للقلب مباشرة رح نلتقل يوم الجمعة الجاي معي إذا عالله رب